على أكثر من مستوى تستمر إيران في تدرجها في الرد على السلوك الأمريكي تجاهها فإعلان المرشد الإيراني علي خمنائي عن أن إيران لن تتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية كانت له ترجمة عملية عبر قرارات أعلنتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كقرار البدء بتسريع تخصيب اليورانيوم في مفاعل نتانز وانتهاء موعد إنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند حدود 300 كيلو جرام مع ما يعنيه ذلك من رفع نسبة التخصيب إلى حدود تتجاوز نسبة الثلاثة بفاصل 67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي القرارات الإيرانية لاقتها خطوات أعلنتها الخارجية الروسية أبرزها الحديث عن تقدم واضح في مشروع تحديث مفاعل أراك عبر صيغة متعددة الأطراف البارز أيضاً إعلان موسكو عن أنها تنظر في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية من دون الإفصاح عن المستويات المتوقعة لهذه التعزيزات الأمنية خطوات إيرانية روسية إذن تعكس مضي الطرفين في متابعة تطوير الملف النووي ضمن حدود لا تلغي الاتفاق النووي حتى الآن لكنها تخفف من مفاعله خصوصاً وأن واشنطن بادرت إلى الانسحاب منه خطوات تعكس قناعة إيرانية بعدم إمكانية الوصول إلى حل عادل للأزمة بظروفها الحالية ولسيما مع الفشل الأوروبي في تحقيق أي خرط بجدار الأزمة فيما شجع وزير الخارجية الروسي سارجي لابروف على الدعوة إلى خفض التصعيد في الخليج وتأكيد العمل في سبيل إطلاق حوار بين دول الخليج وإيران لابروف قال ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي ولهذا الأمر دلالات أبرزها أن الأمور ما زالت قابلة للضبط بالحوار من دون أن يدفع ذلك بالضرورة إلى الإفراط بالتفاؤل في حل سريع للأزمة الأساسية بين طهران وواشنطن